هذا وتتواصل فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري إذ يقام المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك المفدى حيث قيم على هامش المؤتمر حفل استعراض للجيادة العربية البحرينية الأصيلة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر ورئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة التفاصيل مع الزميل عيسى شريدة في إطار فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي تستضيفه مملكة البحرين والذي يقام تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهلة البلاد المفدى أقيم في الاستبلات الملكية حفل استعراض للجيادة العربية البحرينية الأصيلة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر ورئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة بالإضافة لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلية الوفود المشاركة من مختلف دول العالم الكل يعرف بأن مملكة البحرين تحتضن هذا المؤتمر المرة الثانية على التوالي وطبعاً الكل يشتاق أن يأتي لهذه البلد لمملكة البحرين على أساس أن الخيل العربية الأصيلة الموجودة في البحرين هي تعتبر من أصائل الخيل في العالم والكل يحب يجي ويشوفها ويشاهد كيف العناية وتربية هذه الخيل بالإضافة طبعاً إلى المؤتمر في محاور كثيرة واجتماعات على مدى خمس أيام مضت طبعاً شهادتنا مجروحة في دولة البحرين صراحة هم أهل كرم وعندهم تنظيم راقي بأعلى مستوى هذا واجر خلال الفعالية استعراض الكثير من الجياد العربية التي تضمها الإصطابلات الملكية والتي لاقت استحسان الوفود المشاركة كما تم استعراض الأنساب العصيلة للجياد وأهم إنجازاتها بالإضافة إلى أرقام عضوياتها في مكاتب التسجيل الخاصة بالجياد الرسمية قبل كل شيء لازم أشكر دولة البحرين وقلالة الملك على الحفاوة والتنظيم الرائع الذي شهدناه في هذا المؤتمر ثانياً بالنسبة لليوم بالنسبة لي كان يعتبر أهم يوم لأن كنت دايماً عندي شغف أن أشوف خيول البحرينية الأصيلة خيول الصحراء وتعرضت بأسلوب الحقيقة الراقي خيول فيها طيب كتير عالي وفيها حركة وفيها جمال الخيل بوضوع عربي يعني له تماث بتراثنا وتاريخنا وقوميتنا وعروبتنا والحمد لله البحرين لا تزال محافظة على الفروسية وعلى الخيول وعلى تقاليد الفروسية بالكامل المؤتمر كان ناجح بكل المقاييس والعروض التي صاحبت المؤتمر كانت كذلك رائعة من ناحية التنظيم وكرم الضياف كذلك مستوى الخيول التي عرضت وتتواصل فعالية مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة حتى الخامس عشر من الشهر الحالية إذ يزخر البرنامج الخاص بهذا المؤتمر بالعديد من الفعاليات والأنشطة التعريفية بالخيل العربية بالإضافة إلى إقامة عدد من الزيارات لمختلف مناطق المملكة